نحكيه على غواصات موجودة داخل المنظمات وداخل الوزارات وتشتغل ضد مصالح الدولة نعم ضد مصالح الدولة وهي مع تجويع الشعب والتنكيل به وتتصدر المشاهد أنيس وهذا موجود صحيحة لي؟ أكيد أكيد هذا موجود اليوم الأمن الغذائي أنت على البلاد مهوش لعبة يلزم يكون بين أيدي أمينة والأيدي أمينة ولا؟ الأيدي للأسف فيها العديد من الأيدي غير أمينة أنت كنت أمين؟ إلى حد ما البجرات وين؟ إلى حد ما؟ البجرات وين؟ البجرات أنا؟ 1200 بجرة وين؟ ولست مسؤول على ذلك ونعرفك اشتعني لهناس محمد وما يفار حول هذه الشركة اللي كانت أدير فيها داخل الاتحاد هذه الصفقات تعملت في 2011 وأنا أخذت الشركة هذه في 2014 محاولة لإنقافها ولم أوفق بربي أنيس لا لا بقيت أنيس أنا أخذتهم الأحمر لكن أحب نعود هيلك السؤال وسئلته هنا في عديد المناسبات هل من المعقول ملبطوا يهبطوا 1200 رأس بقر بش يمشيوا على مسافة 5 كيلو متر يذمحلوا 50 يهربوا يهربوا منهم مربعين هربوا عين هربوا وقت فورة هدايا للقناع على الأوراق 5 كيلو متر هربوا 50 هدايا للقناع مكتوب على الأوراق وفي تقارير أنا قتلك هدية صارت تصقى في 2011 وأنا تحملت مسؤولية في 2014 اتمكميك اتمكميك مبعد فما برشة ملفات تشوبوا هاي شوائب وحكينا أحنا على الموضوع متع السيارات الربعية تدفع اللي نورمال مو برو جين تعم مرأة ريفية الكادحة اللي تخدم في 50 سخانة تاو السيارات الربعية للمسؤولين الكبارات بأي حق بنا قانون بدون أي حق وبدون وجه ريالما كي صارت المفاوضات في المشروع الكندي التونسي حول المرأة الفلاحة اللي انه يلزم كل دينار من المشروع الدي يمشي لدعم المرأة الفلاحة يمشي لدعمها في تسويق انتاجها في التعريف بمنتوجاتها في فتح اسواق لها باش تمجن التسقات وتبيع هكا المنتوجات اللي هي تظهر بسيتا ولكن وراها عرق كبير متع نساء كادي حال اليوم تشريوا هالكراهب هدوما وهدية للمرة فالفاسي محمد تشبدلي هالكراهب الكراهب هادوه تشريوا على اساس مش يقوموا بيهم ومش يتنقلوا بيهم ويمشوا بيعطوا بيهم دورات تكوينية وفورماسيون لننسيها هادية وعلى اساس باش يتسويقولها للأسف رئيس المنظمة تمتع بسيارة منهم امشوتو ما اسهلوا انت اللي اعتتهالو لا ما اعتتهالو انا ثبتت في الوراق انت اللي جبتالو على اطباق قتله سيد الرئيس تفضل اولاق السيارة والمفاتح عن طاقه ادية ادية تهم انا نعتبرها تهم في شخصي غير منطقية وغير اسكون اعتاب لمفتح سي محمد انك مساعد رئيس مكلف بالشؤون الادارية اسكون اعتاب لمفتح المفتاح والاوراق تحت السيارة كيما انه مدهم له انا كيما ممجم يمدهم له كيما ميمجم يمدهم له اذا اوه يطلب كرئيس منظمة وأنا مكلف بالشؤون الإدارية نبهته نبهته وقتله ياهو السيارات هدوما موضوعين على فمة المشروع ويرزم يتعمل لهم أبياش وعنا حتى ليمايل اللي جاء من كندا ويرزم يتحطلهم جي بي اس ونعرفوهم فين يتحركوا قال لك أنا نحب نتنقر على سيارة منه ففل يعني عتيته له يعني عتيته له يعني عتيته بتمامة الحال يا رحم والديك أنا مأمور بيرم بيرم خليني أنا يسمن بيرم اليوم شكشوك في شيد خليني وضح لك خليني وضح لك السيارات الجيد المحسوبية المحسوبية الدراسات اليوم بلادنا غاعت نفهمه سيح سيح واليوم تونس ما عاش تستنى خليني نقولها وتنقلك في الختام تنقلك عندي رسالة نحب نواجهها الشخص عندي فيه ثقة اليوم المشاريع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي أو كندا والمنظمة الوطنية اللي هي الاتحاد تونسي الفراحة وسيد البحري راهو كرة الشروط تتبعث نصحوا على هالكل فما اتفاقيات يقول لك المشروع عذاية بقيمة مليار أو اثنين أو ثلاثة رأيك بيش تشري بخمسمائة مليون كرافب ويلزمك تشريهم كمنظمة وما تشريهم مش تتحمل المسؤولية ويلزمك تعمل المرأة الريفية مثال بمليار كذا وكذا يزمك تتنقل بمزوت كذا وكذا يزمك تعمل مشاريع كذا وكذا ديليمي موجودين موجودة حويجة مجلس شرى حركة النهضة يضربوا الشهيري شکون向 الشرى موجودة لا مجموع منت تجيبش تكون موجودة منت تجيبش تكون موجودة اهو عندكم موجود موجودين في العهد السابق ولكن للأسف حتى طلعت مجلس شرى حركة النهضة طلع فمش كون عافوة تشريها يام عننا طو الفيالتي عادة في المكتب التنفيذي عننا شكون عافوة تشريها وعننا شكون مساند سيف الدين مخلوف وقاعد قتلك بجنب الواحد وبجنبه نهاردة غلق البرلمان وموجود بتساوي وعننا شكون اللي شادة بوست كليه في الاتحاد بوست كليه عذو مكتب تنفيذي عنده بوست كليه وهو عنده كوليك تحليف وعنده معمل علف مورك أنا ميش ضده ربي عينيك يخدم على روح هم يزبك تكون في الاتحاد والله لا كارثة يزبك تمشي للاتحاد تيقى أبقى معاي صارت كارثة وقت لي جابه أمين مال سابق في اتحاد الفلاحة وهو طلع لي بيض في الفلوس لحركة النهضة وصارت معتها حكايات غريبة وعجيبة اليوم يضر لي نفس الحكاية يحكي لك على أمين المال شوف هو واضح طبعا نتحط على فترة عبد الكريم بن سليمان الأمين مال حركة النهضة وعبد الكريم بن سليمان هو ذاته أمين مال اتحاد الفلاحين وعبد الكريم بن سليمان الذي يشترف على الجمعيات الخيرية الكبرى التي كانت تمول شبكة أنستالينغو بطبيعة الحال هذا الاسم اللغز الآن بدأت عملية تفكيك ما تعلق بالأموال الضخمة التي يتكسبها وكنا متأكدين أن عبد الكريم بن سليمان هو شخص آخر أو اثنين كانوا يمثلون الواجهة المالية لراشد الغنوشي لأنك تعرف جيدا أن حركة النهضة حتى في مسائلها المالية مسائل غامل لكن ولكن سمحوا اليوم عبد الكريم بن سليمان يواجه القضاء على روحه نحكي على مكتب تنفيذي الحالي ونحكي على عذو المكتب التنفيذي اللي موجود حاليا ويشغل بوست كلي في الاتحاد ويشغل خطة ويشغل خطة اليوم عنده سنتر دي كوليك التحليم وعنده معامل على اي شين المانع ما تجمش تكون فتحات في العحيب اليوم لا لا خليني نسأل بليكسي وطني بليكسي اخدم على روحه وبيهي ربي يعيني يا محمد انا منيش ضد الاستثمارات بالعكس يجب لي ان نستثمره ولكن تكون تابع الاتحاد الصناعة والتجارة هو مش فلاح ما لأ اذا كان عندك هذا ما تنجمش تكون فلاح يجي اقول لك سمعني اليوم انا دوري يجبني ينضرب باش نطيح في اسعار العلفة باش نجمت اسعار العلفة باش اليوم نحاول يكون العلفة موجودة باش ما تغلاش العلفة مش نكون صاحب مصنع باش اليوم نربح فان بورسو غدوة اذا كان باش نزيد العلفة باش نزيد نربح باش نزيد نربح